بسم الله أب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني بتجيلنا أسئلة كتير عن السالوس الأقدس وواضح أن في ناس متلخبط يعني نفاجأ أن البعض بيقول هو السالوس ده يعني إحنا اللي عملناه يعني طب ما كانش ممكن بأربعة ولا اتنين طب إيه لزومه يعني أسئلة أساسا تتعبر عن عدم فهم أو واحد يقول مثلا من ضمن الأسئلة اللي بتيجي هو السالوس يعني كان الأب عهد قديم والإبن عهد جديد والروح القدس بعد كده لا الأب والإبن والروح القدس شغل يعني موجودين منذ الأزل وإلى الأبد دي طبيعة الله فالأسئلة اللي من النوع ده تدل على عدم وعي شوية بسر السالوس بداية نقول حاجة علمه لنا الأباء أن سر السالوس هو كلام عن طبيعة الله والكلام عن طبيعة الله لا يعني أننا ندرك الله إدراكا كامل لأنه إن أدرك الله تماما يبقى مش ربين يبقى محدود فمن الطبيعي أنه يتقال عليه زمال القديسة غريغوريوس فوق داسه غير المدرك غير المفحوص يعني إيه يعني مش هنقدر نجيب آخره طبعا وبالتالي الإدراك الكامل المعرفة الكاملة دي مستبعد لكن هالمعناه أن احنا ما نعرفش خالص لا نعرف نعرف بالقدر اللي هو قاله لنا وبالقدر اللي يعلن نفسه لنا فالله أعلن عن نفسه أنه إله مثلس الأقاني فمن فعش نقول له طب ما ينفع ما تبقى أربعة ولا اتنين هو دي طبيعته زي واحد بيقول أنا فلان من فعش تقول له لا طب ما تبقى فلان خلاص أنا فلان الله أعلن عن نفسه أنه أب وابن وروح قدس له روح حي بروحه له لوجوس كلمة اللي لقبها بالابن ناطق بكلماته موجود بذاته اللي سمناها الله الآب أو سماها الكتاب كده إذن هذا الإعلان الكتابي ده مش اكتهاد بشري يعني مش المسيحية اللي اقترحت عن الناس إيه رأيكم في فكرة نخلي ربنا ثلوس فيش حاجة اسمها كده ده ربنا قال دي طبيعتي إحنا اللي عملنا إيه أمين صدقناك يا رب حتى لو مش فاهمينك 100% بس مصدقينك بدل أنت بتكلم عن نفسك وعشان جدت لحظه أن حتى التلاميذ في حواراتهم مع مع ربنا يسوع كان في حاجة مش فاهمينها كتير ومثلا لما تكلم عن الآب كتير في لبوس بقى يقول له طب ما توره لنا قرينا الآب وكفانا فقال له أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا في لبوس من رآني قد رأى الآب سؤالك ورين الآب يبقى معنى أنك مش فهمتش أن الآب لا يرى الآب أرسلني لكي يراني الناس فيعرفوا أبي لكن الآب حكم طبعته لا يرى ولا يستطيع أحد أن يرى اللي ألهبوليس بعد كتير الله لم يره أحد قط يقصد به الله الآب في عنا واحد الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب من نفس جوهر الآب هو خبر هو أعلن عنه إذن أول مبدأ نحن لم نصنع الثالوس ولم نقترحه ولم نخترعه الثالوس هو طبيعة الله هو حقيقة الله وهو أعلنها للبشر فقبلها المؤمنون واستلمتها الكنيسة وعلمتها لولدها وبقينا بنقول أبانا الذي في السماوات الله الآب بالمسيح يسوع ربنا الله الأبن وبنصلي بالروح القدس فبداية الموضوع مهم أن نراجع دائما فكرة أنه ده مش فكرة يعني الناس تقبلها أو ما تقبلهاش أو تغير فيها براحية لا يوجد حد يغير في حاجة لأن دي حقيقة حقيقة ما ينفعش أنك أنت تغير فيه تقبلها أو ما تقبلهاش ده موضوع يخصك لكن ربنا قال أنا كده فما ينفعش تقول له شمعنا نقطة تانية أحبائي كيف شرحت الكنيسة الثالوس إحنا امتداد لألفين سنة فإحنا مش أول ناس هنعيش ومش أول ناس نتفاهم الثالوس الكنيسة ممكن نقول تبسيطا كده شرحت لنا سر الثالوس عن طريق تلات اتجاهات تلات مداخل أول مدخل بتشرح لنا الثالوس بالآيات تعبيرات الكتاب المقدس لأن الروح القدس هو الألم فيبقى الإنجيل بيشرح الثالوس ونشوف إزاي شرحت لنا الثالوس عن طريق علاقة الثالوس ببعضه وعلاقته بينا عن طريق العلاقات وديه عن السرح وشرحت لنا الثالوس عن طريق الأمثال أو التشبيهات امتدادا لتعليم المسيح أنه كل شيء غير منظور وغير مدرك يشبه يشبه ملكوت الله ويشرح فالكنيسة كمان شرحت الثالوس عن طريق تشبيهات بداية لما نتكلم عن الثالوس كما قدمه الكتاب المقدس في واحد يقول العهد القديم ما جابش سيرة الثالوس لا هو ممكن ما يكونش جايب كلمة ثالوس لكن الآب والابن والروح القدس معلن طبعا في العهد القديم لما بيقول في البدء خلق الله السماع والأرض قال الله ليكن نور فكان النور كان روح الله يرف على وجه المياه حط الآيات دي جنب بعض الله خلق بقوله بنطقه بالمسيح بالكلمة به كان كل شيء والروح القدس كان يرف على وجه المياه إذن من أول إصحاح في الله الآب الذي خلق بابنه بكلمته وفي روحه القدس كل شيء وجد فإعلان وجود الروح والكلمة والآب من أول إصحاح ما فيش حاجة غريبة طبعا ظهورات الابن في العهد القديم تؤكد عن أنه المسيح لأول مجد مولود من الأب قبل كل الظهور نور من نور ربنا يسوع له المجد قابل وأبونا إبراهيم ظهر لأبونا سحاء ظهر لأبونا يعقوم ظهر لموسى النبي ظهر لداود ظهر لسليمان ظهرات دي كلها لها حكايات وتلاقي الكتاب صريح جدا ورأى إبراهيم الله طراء الله لإبراهيم علمونا الأباء أن كل ما يرأى يخص الإبن إذن الأباء الكبار دول رأوا بدليل لما اليهود قالوا للمسيح أنت ما كملتش خمسين سنة بتقول شفت إبراهيم قال لهم قبل أن يكون أبوكم إبراهيم أنا كائن أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي فرأ يبقى شفني رأى وفرح معجبهمس الكلام ورفعوا حجارة يرجموا لأنه كده معنى أنه بيقول أنا ربنا ما هو ربنا فعل فهنا المسيح معلم في العهد الجديد أقنوم الإبن إذن الآب أرسل ابنه في العهد الجديد ولكن ابنه ظهر من خلال ظهرات ظهرات لكثير من رجال الله في العهد القديم عشان يعلن عن وجوده لدرجة أنه سألوه عن اسمه لأنه أصبح متجسس أو أصبح في شكل ظاهري فيبقى له اسم فمثلا يقول لي يا عقوب إيه لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب يقول لي أبو وأم شامشون ظهر لهم قال له أنت يعني نقول إيه لما ييجي ذكرك ما إحنا شايفينك وصدنا عاوزين برضو اسم نقوله فبيقول له مش هتعرف الاسم دلوقت برضو هتعرفه قدام شوي لكن اسمي عجيب وبعدين نسمع عشاية يقول يولد لنا ابنا ويولد لنا ولد ونعطى ابن تكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا يبقى هو بيتكلم عن اللي قابل يا أبونا يا عقوب واللي قابل أبوه شامشون ومراته اسمه عجيب يبقى هنشوف وهنسمعه وده اللي حصل في العهد الجديد إذن العهد القديم ذكر الثالوس مرارا وتكرارا مش وقت نحنا نرص آيات لكن موجود مثلا في سفر الأمثال المسيح هو بيتكلم عن نفسه كحكمة حكمة الله بيقول تعبير من ثلاث كلمات يقول الله أرسلني وروحه الله الأب أرسلني أنا وروحه القدوس ثلاث كلمات يشرحه الثالوس أن المسيح مرسل من قبل الله نور من نور إله حقيقي من إله حقيقي من أجل خلصنا وروحه القدوس أيضا يبقى هنا في ذكر للحكمة وقنوم الحكمة بيكلم عن نفسه في أمثال تسعة مثلا وينسب الإرسالية من الآب وأيضا من الروح القدس يبقى فيه تحقيق لاستخدام الروح القدس ده أنتوا تلاقوا مئات من الآيات فيها كلمة تروح الله في العهد الأديم نأتي للعهد الجديد نلاقي بقى الآيات أوضح أو الموقف كمان أكثر وضوح ليه مثلا يوم الغطاص بنسميه ثقوفانيا لأنه إعلان الثالوس أوضح ما يمكن في يوم عيد الغطاص الأب يتكلم من السماء هذا هو ابني الحبيب الذي به سوريرتي بل الأب يقول ده ابني والابن أصاد عينينا في المية والروح القدس نازل على شكل حمامة فهنا في قضوح شديد لإعلان الثالوس الأقدس في آخر إنجيل ماتة المسيح بيقول اذهبوا تلمزوا وعمدوا جميع الأمم عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وحط كلمة اسم يبقى هنا اسم كأنه بيؤكد على الوحدانية لكن حاطت ثلاث أسماء الآب والابن والروح القدس طبعا لو مشينا مع القديس بولس نلاقي شروحات كتيرة لدور الثالوس الأقدس كلام المسيح له المجد نفسه في إنجيل يحنى بالذات تلاقوا بيكلم عن الآب تكلم عن الروح القدس بشكل واضح وصريح مثلا يقول كما أرسلني الآب أرسلكم أنا يقول الروح القدس الذي أرسله إليكم الذي من عند الآب ينبثق ودياني شرحها في العلاقات لكن بيقول الروح القدس أنا هبعته لكم وهو منبثق من الآب يبقى هنا فيه كلام عن الآب والروح القدس والابن ففكرة أنه الثالوس غامض هو طبعا فيه سر فيه حتة غموض فوق العقل لأنه تصور طبيعة الله صعب للإدراك من يقدر يعرف كل المعرف قديس بوليس على قد مكان مستنير بالروح وفيلسوف إنما قال الآن أعرف بعض المعرف لكن حينئذ سأعرف كما أعرفت يقول ربنا يسوع هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي بيكلم الآب ويسوع المسيح الذي أرسلته بعد كلام كتير عن روح القدس إذا نحن الآيات كتيرة عن سر الثالوس إحنا قلنا الشرح عن الثالوس من خلال الكنيسة عن طريق الكتاب وشروحات الأباء تاني حاجة عن طريق الأمثال والتجبيهات يعني إيه كل ما هو غمض يبسط بتجبيهات وامثال لأن إحنا مش قادرين نستوعب الأباء علمونا مثلا مثل الشمس الشمس بتشرح جانب من الحقيقة بس ما فيش مثل هيعبر عن الحقيقة كلها لما بتقول كلمة شمس قد تعني شيء من ثلاثة وانت بتقول كلمة شمس بس قد تعني قرص الشمس بتوع الفيزياء بقى يدرسه انفجارات كونية لهب فضيع درجة حرارة لا يتصورها العقل ممكن تكون بتتكلم من ناحية القرص نفسه ممكن تكون بتتكلم عن الشمس وتقصده النور الشعاع اللي داخل عليك تقول الشمس دخلت الشمس دخلت عن القضى نورت في رأيك او واحد يقول انا حاسس بالشمس او الشمس دفتني هنا ما يقصدش قرص الشمس ولا نور الشمس يقصد حرارته لكن كلمة الشمس ما زالت هي نفس الكلمة المستخدمة لوصف ثلاثة تقل يا اما قرص الشمس او حرارتها او نورها وفي الثلاث حالات بنقول شمس عشان كده لما نقول الله القاب الله الابن الله الروح القدس هو نفس اللفظة هو ثلاثة في واحد هو الله برضو هنا بنقول حاجة الشمس جمعين تشرح لنا لبعض العلاقات ليه هو ما ينفعش تبقى شمس في معناها إلا لما يكون طالع منها نور وإلا كنت سميها اسم تاني وكمان ما ينفعش تبقى شمس إلا لما يكون طالع منها حرارة إذن هذا الكيان الحرارة لو تخيلنا أن الحرارة تعبر عن الروح القدس لم يوجد الروح القدس أبداً بعيداً عن الآب ولم يوجد منفصلاً أبداً عن الابن الروح القدس موجود منذ الأزل لأنه منبثق من الآب فكرة أنه كمان الأرث هو مصدر هذا النور ومصدر هذه الحرارة عشان كده فيه توحد هنا فيه وحدانية هي نفس فكرة الآب يولد منه الابن ولادة أزلية وينبثق منه الروح القدس برضو انبساق أزلي يعني الروح القدس خارج من الآب منذ الأزل ملهاش معاد ملهاش بدأي كذلك ميلاد الابن من الآب مولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إذن فكرة الشمس سهلت لي حاجة وقربت لي المسافة بسطت علي الفكرة شوية لكن هي طبعا ما زالت محدودة برضو هي مش بتوصف كل حاجة لأن الله غير مفحوص يعني مش هتقدر تيجيب كل أبعاد الموضوع كمان الفكرة دي تؤكد إيه التعامل مع الشمس هل فيكو حد بيتعامل مع قرص الشمس ذاته مستحيل مستحيل لأنه عالي جدا بعيد جدا وما تقدرش تقرب وإلا تتحرق وده المعنى اللي كان بيقصده العهد القديم لا يراني الإنسان ويعيش لقى إحنا بنتعامل مع الشمس وبنسميها الشمس وفهمنا وعرفنا كويس قوي من خلال النور والحرارة بس تلاحظوا كمان النور النور يتشاف الحرارة تتحس المسيح يتشاف الروح القدس يتحس يعني إيه صحيح الروح القدس مرة عبر عنه بالحمامة أو بألسنة نارية لكن في طبيعة عمله يتحس لما الواحد يمتلق بالروح يطلع منه فرح سمر الروح سلام طول أنا محبة فتقول الشخص ده روحاني الروح القدس مليه طب شفت إيه لا ما شفتش حسيت حسيت بإيه شخصية مريحة متواضعة عفيف نقي باله طويل مليان نعمة طب انت شفت حاجة لا ما شفتش بس فيه الروح القدس يبقى محسوس أما النور النور بيتشاف ومن هنا المسيح تجسد لك يرى فيبقى منظور ومنظور على المسبح كسد ودم بنشوفه بعينينا بالإيمان طبعا نؤمن ولأنه سر حقيقي فيه تحول حقيقي إذن فكرة الشمس دي الرابط المعنى لكن تاني بقول مفيش مثل بيعبر عن كل الجوانب لأنك ممكن تيجي تقول لي ما هالشمس في الآخر برضو محدود أقول لك طبعا ومفيش حد غير محدود غير الله وحده وأخذين بقى لكم مثل تاني لو قلت لك أن الإنسان نفسه ممكن يشرح لنا سر الثالوس إزاي؟ أنا إنسانه أنا لو ما كنتش فيه روح كنت ميت يبقى مش بكلم وما كانش يبقى فيه أي نوع من الحياة إزان أنا فيه حياة لأن جوه يروح أنت مش شايف بس دي اسمع روحي فنفس الوقت لو أنا بضلت ساكت أنت مش هتفهم أنا عاوز أقول لك إيه وبش رح يحصل تواصل لكن اللي بيحصل وأنا بتكلم في الوقت إيه إن المنطق اللي عندي المنطق ده اللي هو مخي أو عقلي أو إدراكي أو اللي ساموه في اليونانية اللوجوس ودي كلمة من قبل العهد الجديد معروفة اللي هي النطق الزاتي أو الإدراك الزاتي أو كل الفهم والحكمة الشخصية دي ده بيطلع دلوقتي في كلامي فلما كلامي بيدخل مخك أنت بتفهم اللي أنا أصده زي اللي في دماغي يتنقل لدماغك يبقى وسيلة التواصل الأساسية هي اللوجوس اللي هي ساعة تترجم اللوجك اللي هي المنطق يقول لك المنطق بتاعه ده يخصه هو فاللوجوس اللي هو أقنوم الكلمة ده داخل الله لكنه يتواصل معنا فربنا بيتكلم بمنطقه بالمسيح ثم هذا اللوجوس لو أنا طلعت الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي في كتاب أصبح الكتاب ده زي إيه حاجة متجسدة للمنطق اللي في دماغي حاجة تتقري حاجة تتمسك فإيه ممكن واحد ما يقعدش معايا لكن يقرأ الكتاب فيفهم أنا جوايا إيه طب إذن التجسد اللي هو لوجوس الله لما تجسد وصار منظورا ملموسا مسموعا ده تعبير عن أقنوم الكلمة أنا ككيان ما ينفعش تشيل حاجة من الثلاثة ما بقاش أنا فلان لو شلت كياني يبقى أنت مش شاف حك يبقى أنا اختفيت ولو شلت روحي يبقى أنا ميت ولو شلت لوجوس العقلي يبقى أنا مش عاقل فإزاي هكون الإنسان عائل وحي والله اللي خالقه ما يكونش عائل وحي طبيعي الله موجود وعاقل وحي ودي احنا مش بنقول بقى طيب ومش طيب وحكيم لا مش بنتكلم في الصفات الأخرى احنا بنتكلم في حاجات اسمها صفات أساسية أو جوهر من هنا جات كلمة الأقنوم الأقنوم دي مش كلمة عربي وكلمة صعب يعبر عنها في اللغة العربية هيبوستاسس دي الكلمة اليونانية معناها حاجة الكيان ما يتوجدش من غير فما يبقاش فيه كيان إلا بالثلاث أبعاد دول وبالتالي حتى الإنسان بالمثلث الإنساني بأبعاده التلاثة بيقرب لي الصورة والفكرة بتاعت ربان ساعات واحد يشرحها بطريقة تانية خالص وينسى الإنسان الداخلي كده وياخد فكرة ايه مش أنا وانتم لحمه ده مش إحنا كلنا طبيعة واحدة بس إحنا مميزين إلى أشخاص كتير ده عشان نشرح نشرح الفرق بين كلمة طبيعة وكلمة أقنون الطبيعة معناها صفات طبيعية يعني كل الطيور طبيعة واحدة كل مثلا السادييات طبيعة واحدة كل البشر طبيعة واحدة مع اختلاف اللون والبشرة والأفعال وكل لكن داخل البشر في فلان وعلان وفلان في أسماء كتير كل واحد بيرسون في شخصيات كتير قوي إذن لما أقول أن طبيعة الله واحدة يعني في لهوت واحد طبيعة واحدة للألوها إذن لما بقول الله واحد مش بقول واحد مصمط مش بقول واحد واحد صحيح لأن أنا لو قلت الله يساوي واحد بعدين رجعت أقول الله يساوي علامة اللانهاية ده كلام ما يتقلش الدماء لأن واحد يعني رقم واحد يبقى اتنين أكتر من دلاتة أكتر من هو الله واحد هنا مش بمعنى إنه رقم وإنه واحد مصمط كده لا هو معنى أن طبيعته الإلهية هي طبيعة واحد يعني هنا ما فيش لهوت آخر غير هذا اللهوت لكن اللهوت مشخص في الآب والابن والروح القدس زي ما الطبيعة البشرية مشخصة في الأستاذ فلان والأستاذ فلان وهنا ممكن تلاقي إيه أن صفات الطبيعة مشتركة لكن صفات الشخص غير مشترك يعني إيه معلش استحملوني في الشرح والإستفاذ لو أنا قلت كل المستمعين دلوقتي المتفرجين مين فيكم بياكل بياكل دي صفة تخص الطبيعة يعني كل البشر بياكلوا فطبيعة كلكم هتقولوا إحنا مين فيكم بينام دي صفة إنسانية تخص الإنسانية يبقى كلنا بالنام مين فيكم بيعيط كله مين فيكم بيحب كلنا دي صفات بشرية مين فيكم لابس ندارة لا استنى بقى دي صفة شخصية يعني إيه هتلاقي شخص لابس ندارة وشخص مش لابس ندارة يبقى هنا هنا في صفات شخصية لكن في صفات جوهرية أو طبيعية ده اللي بنقوله عن الله الله الاب والابن والروح القدس كل صفات اللي هود فيه مين أزلي الاب والابن والروح القدس مين أبدي الاب والابن والروح القدس مين الله محبة الاب والابن والروح القدس الحكمة في الاب والابن والروح القدس لكن مين تجسد منفعش تقول الاب والابن والروح القدس المسيح بس مين سكن فينا الروح القدس يبقى واضح ان هنا في حتة صفة في حاجة تخص الشخص لكن لا تتنافى ابدا مع الصفات الجوهرية فالله واحد واحد في طبيعته ولكنه مثلس في اقانيمه شرحناها من مثل الشمس شرحناها من مثل الانسان طبعا فيه شروحات ابسط وحاجات تانية كتير يقول لك بس طبعا كل الشروحات دي عجزة شوية ليه لانه في مثلا في المثل اللي فات في مشكلة ان انا وانت منفصلين عن بعض فاحنا شخصيات بس مش متحدين دي ما تمشيش مع ربنا الاب والابن والروح القدس لا ينفصلوا ابدا مميزين لكن غير منفصلين ابدا انا في الاب والاب فيه طول الوقت مقدرش اقول انا بقى كاقنوم انا فيك وانت فيه لا صحيح الروح القدس بيجمعنا وده غرض المسيح اريد ان يكون الجميع واحدا فينا لكن احنا لسه مصلناش لهذه الوحدانية اما الله الواحد فالاب والابن والروح القدس مميزين لكن غير منفصلين يبا احنا هنا دخلنا بنشرح الثالوس عن طريق الايات ونشرح الثالوس عن طريق الامثال والتجبيهات ثم نشرح الثالوس عن طريق العلاقات يعني العلاقات احنا قلناها ضمنيا بس اقولها تاني العلاقات يعني ايه لما يتعال الله محب عارفين لو مفيش ثلوس تبقى الكلمة دي ملهاش معنى وتبقى الكلمة دي غلط ليه احنا لنا عمر كبشرية ابتدينا من كام الف سنة طب هو الله محبة من الاول ولا انضفت عليه المحبة ربنا ما بينضفش عليه حك اذا الله محبة منذ الازل طب فعل الحب موجود ازاي في شخص الوحد وخالص اذا هو مش شخص الوحد عشان كده يقول القاب يحب الابن القاب يحب الابن يبقى فيه علاقة حب داخل الثالوس الاخدس كلام فوق عقلي وعقلك لكن فعل الحب ده موجود منذ الازل هذا الحب الالهي حتى لو مش قادر تتخيل المعنى الله محبة من قبل ما وانت وانت توجد من قبل آدم والحب ده اتدلع على البشري الانسان هو المستمتع بهذا الحب الالهي الحب الالهي موجود داخل طبيعة الله واضحة فهنا الابن مولود من الاب من هنا الاب والابن فيه علاقة وثيقة الروح القدس منبثق من الاب وهنا عاوز اميز بين كلمتين مهمين في اللاهوت الولادة والارسال فعل الولادة للمسيح المسيح له ميلادين ميلاد ازلي من الاب وميلاد زمني من العدرة ده اللي بيسموه الارسال الاب ارسل ابنه بدل كلمة ارسل يبقى دخلنا في زمن هو ابعته لنا يبقى دخل في زمن بقالنا الفين سنة اتحسبت لكن فعل الولادة ملهاش زمن نفس الكلام عن الانبساق والارسال الارسال فعلي يخص الروح القدس برضو المسيح بيقول ارسل لكم الروح المعزي يبقى يبقى انسكاب الروح القدس هيحصل يوم الخمسين لكن الروح القدس موجود من الاول منبسق من الاب فعل الانبساق او الولادة ده فعل ازلي ملوش بداية فعل الارسال الولادة في الجسد بالنسبة للمسيح من العدرة او الارسال الروح القدس وانسكابه يوم الخمسين ده فعل زمني ليه لانه رايح لينا احنا وإحنا زمنيين عشان كده يقول لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه ابنه ده موجود من الاول مولودا من امرأة ارسل الله ابنه اذا فعل الارسال دايما يخص الزمن لكن الولادة ازلي وفي خانون الايمان الروح القدس من الاب ينبسق تتعبير اللي موجود في يوحنة 15 زي ما قاله المسيح بالزبط الانبساق من الاب هنأنا ندخل في حاجة كمان علاقتنا بالسالوس الاقدس ايه قديس كيرولوس الكبير وهو لهوتي قدير جدا معترب به على مستوى العالم واب من اباء الكنيسة اللي من التلمز عليهم ويعتبر تلميذ لأساناسوس أساناسوس كان البطرق العشرين وأساناسوس الكبير وكيرولوس الكبير كان البطرق 24 كيرولوس الكبير قدنا زي تعبير يسهل علينا فكرة العلاقة بالسالوس قال لنا بصوا تقدروا تفهموها والخلق كله المفروض يعود للآب يعني ايه كلنا زي ما قالها القديس به ابولس الرسول قال ايه لأننا منه وبه وله يعني احنا في الآخر بنرجع له لو قلت الخلاص الخلاص غير الفداء الفداء تممه المسيح بس لكن قصة الخلاص كلها هي من الآب لأن الآب أرسل ابنه مخلص تقدرش تجنب الآب تطلعه بره موضوع الخلاص من الآب بالابن اللي مات على الخشبة الابن في الروح القدس لأن الروح القدس هو ليس كون فيها يخلصني يديني اللي عمله المسيح كله ليه الآب مرة أخرى يعني ايه الخلاص يكمل لما ندخل السماء ونعود للآب نتمتع بأبديته لو قلت التغيير مثلا التوبة التوبة عطية من الآب تتحقق بالابن في الروح القدس للآب لو قلت التقديس من الآب بالابن في الروح القدس يبقى هنا فكرة العلاقات دي برضو واحد يسأل سؤال يقول طب أنا بقى بحطاره وبحتاسه وانا أكلم مين في الصلاة يا حبيبي اتكلم براحتك خالص لأنه مفيش صراع بأي درجة في الثالوس الأقدس يعني لو قلت يا رب يسوع خلاص انت بتصلي للثالوس الأقدس من خلال المسيح لما تيجي تقول أيها الملك السماوي المعزي روح الحق بتكلم الروح القدس ضمنيا بتكلم الاب والابن والروح القدس لما تقول أبانا اللازي في السماوات وبتكلم الاب ضمنيا بتكلم بالروح القدس اللي فيك ومن خلال الابن الكلمة فما تقلقش في الحتة دي خالص لأنه مفيش انفصال في الثالوس الأقدس لكن يمكن اللاهوتيين الكبار مثلا القدس الباسيلي قديس باسيليوس بيكلم الاب خطاب للاب عشان كده يبان في الكلام مثلا ايه يا الله العظيم الاب دي الموت اللي دخل علينا هدمت بظهور ابنك يبقى بيكلم الاب في القديسة غيرغوريوس في الاداس الغيرغوري بيخاطب الابن بيقول له أتيت إلينا على الأرض ده مش للأباء ده للابن واخدين بالكم انت عملت كده فتحت عنين العميان يبقى بيخاطب الابن نفسه يبقى ممكن يبقى الليتورجية نفسها اللي هي الصلاة الكنسية اللي رتبوها القدسين تخاطب أحيانا الآب أو الابن أو الروح القدس أما في صلاتك الشخصية لو جرت العادة بتقول يا رب يسوع المسيح لا تتردد ابن لكن مثلا تشوفوا صلاة يسوع اللي رتبوها الأباء الكبار بيقولوا يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي بذكر الابن والآب ارحمني أنا الخاطئ لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس يبقى أنت بتصلي بالروح القدس دون أن تذكر اسم الروح القدس لكن عشان تنطأ وتقول يا ربي يسوع المسيح الروح القدس هو اللي بينطأ فبقى أنت ضمنيا السلوس حاضر في صلاتك يا رب يسوع ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطئ كل دعم للروح القدس في قلبك فإذا ما بلاش نتوسوس يعني صلوا براحتكم صلوا من قلبكم لأنه في الآخر احنا دخلنا داخل السلوس يعني اريد أن يكون الجميع واحدا فينا كما أنا وأنت أيها الآب واحدا لنا لقاءات أخرى نشرح برضو السلوس والخلاص وكيف تم ومن خلال أسئلتكم وإلى حلقات أخرى لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر